تزخر المرويات التاريخية بالعديد من فضاء لعثمان بن عفان ذي النورين وكيف أنه أول من هاجر من الرجال وكيف دعم العقيدة الناشئة وهي في طور التكوين وهي لتذال ضعيفة لم تقم لها دولة بعد ولا بيبخل عليها بشيء لكن ماذا حدث للرجل الجليل حين صار خليفة ما حدث هو ما يجعلنا نفصل بين تقوى الصحابي وحكمه بين إيمان تقي نقي كإيمان سيدنا عثمان وبين عدالة دولته أو رضا أبناء الأمة عليه هذا المصير القاصي لشيخ قد بلغ الثمانين وتجاوز في لحظة مقتله بمصير قاص ممض مؤلم أليم يجعلنا نتوقف ونحاول أن نقف على الأسباب صار الغاضبين ولم تنتصر للرجل في مواجهة الغاضبين ولم تهدئ الغاضبين خصوصا أنه منذ مقتل سيدنا عثمان بن عفان وسلسلة من الصراعات مزقت المسلمين هذه الصراعات لا نذال حتى هذه اللحظة نتجرع كأسها ولعلنا سنستمر للحظات كثيرة قادمة لنأسف أن أسيف